السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم ولكن نتكلم فيه في هذا الفيديو على أن كم نقطة بيحتاجها النادي الأهلي لاستعادة الدوري العام المصري بعد الفوز على سيراميكا كولوباطر فوصل النادي الأهلي كتار تقلقه في بطولة الدوري العام المصري بتحقيق الفوز مساء يوم الاسنين أمام نادي سيراميكا كولوباطر في الدوري العام المصري واستضاف النادي الأهلي فريق سيراميكا كولوباطر في مساء الاسنين على أستاذ القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة 27 لبطولة الدوري العام المصري وبكده يكون رفع النادي الأهلي رصيد وبعد هذا الفوز على سيراميكا كولوباترا للنقطة الـ 62 في صدار الترتيب مسابقة الدوري العام المصري فيما تجمد رصيد سيراميكا كولوباترا عند النقطة 31 في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري العام المصري أما نادي بيراميز فتواجد في المركز الثاني بـ 58 نقطة وبفارق أربع نقاط عن النادي الأهلي صاحب الصدار فكام نقطة بيحتاجها النادي الأهلي للتتويج بالدوري العام المصري فقد يسأل البعض عن عدد النقاط التي يحتاجها النادي الأهلي رسميا من أجل علاية نبطرة لنسخة الدوري العام المصري الحالية لموسم 2022-2023 الأهلي فاز على بيراميز في مباراة الدوري الأول بنتيجة 3-0 ولو نجح في الفوز بمباراة الدوري الثاني سيتواج برقب الدوري في النهاية إذا تساوى معه في عدد النقاط ويتبقى لبراميز 6 مباراة حيث أنه فازة بيع كلها سيرفع رصيده إلى 76 نقطة وهو ما يعني أن النادي الأهلي يحتاج الفوز بـ 15 نقطة بـ 5 مباراة من 10 مباراة متبقية له للتتويج رسميا بالدوري العام المصري دون النظر إلى نتائج منافسية أما الأهلي لو فاز في 5 مباراة هيرفع رصيده إلى 77 نقطة وهذا الرقم الذي لا يستطيع أحد من منافسيه الوصول إليه فالعشر مباراة المتبقية أمام النادي الأهلي أمام الفرق التالية في يوتشار وحرس الحدود والمصري البوسعيدي والزمالك والبنك الأهلي والإسماعيلي والاتحاد وبراميزو المقاولون العرب وحرس الحدود مرة أخرى والأهلي يسعى لاستعادة لقب الدوري العام المصري الممتاز الغائب عن دولاب بطولاته في المسلمين الماضيين والذي يطوج بهم غريم التقليدي نادي الزمالك عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن كم نقطة بيحتاجها النادي الأهلي لاستعادة الدوري العام المصري في هذا المسلم ففي النهاية مباراة الوداد المغربي زهابا وعودة هتحدد بنسبة كبيرة جدا إصرار النادي الأهلي على بطولة الدوري العام ولا هيكتفي ببطولة دوري أقطال إفريق فلو لقدر الله حصل خسارة للنادي الأهلي أتوقع حاجة من الاتنين إيما يحصل استفاقة للنادي الأهلي ويلعب بقوة على الدوري العام المصري عشان يبقى هو فقط بطولة دوري أبطال إفريقيا البطولة الأغلى في أفريقيا والأغلى للنادي الأهلي على قلبه وساعتها الأهل هيضغط بكل قوة عشان ياخد الدوري إلى عام المصري أو المستوى هينتكس ودرجة الاهتمام ودرجة القوة بتاعت النادي الأهلي هتقل بسبب حزنه على بطولة دوري أبطال إفريقيا ده في حالة الخسار وفي حالة المكسب هتكون دافع كبير جدا للنادي الأهلي في أن هو يكمل مشواره في الدوري العام المصري ويتوج بالبطولة الثالثة له في هذا الموسم بعد حصوله على كاس مصر وبطولة الصبر المصري وأخذ كمان دوري أبطال إفريقيا يبقى يلعب على أربع بطولات وياخد الدوري المصري حصل على أربع بطولات في هذا الموسم وهو ما يتمناه النادي الأهلي في أي وقت بيلعب فيه أي بطولة الأهلي أي بطولة بيلعب عليها بتبقى عينه أنه هو ياخد هذه البطولة وهو لسه قدامه بطولة الدوري العام المصري وبطولة كأس مصر لموسم 20-22-20-23 فزي ما قلنا مباراتين للوداد هتحدد بنسبة كبيرة كام نقطة هيقدر ياخدها النادي الأهلي في بطولة الدوري العام المصري سواء بالنجاح في بطولة الدوري أبطال إفريقيا أو الفشل اللي قدر الله في بطولة الدوري أبطال إفريقيا فنادي الأهلي مبارياته كلها صعبة في الفترة اللي جاية معادة المباراتين المبارات حرس الحدود ربما تكون دي أسهل مباراتين في مباريات العشرة اللي هيلعبه من نادي الأهلي في الدوري العام المصري فهل هيقدر بقى النادي الأهلي يجيب النقط اللي تخليه يفوز بالدوري العام المصري مبكرا قبل نهايته بفترة كبيرة ولا هيبقى الموضوع صعب يريد تكتبونا في التعليقات هل الأهلي قادر على الحصول على 15 نقطة تجعله يتوج رسميا بالدوري العام المصري ولا الموضوع هيبقى صعب في ظل لعبه مع فيوتشر والمصري البورسعيدي والزمالك والبنك الأهلي والإسماعيلي والاتحاد والبرامدز والمقاولون العرب كلها مباريات صعبة ولكن نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في الفترة القادر عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال ادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم ولن نتكلم في النهاردة على أن رونالدو لا يحتمل البقاء مع النصر وعقبتان في طريق رحيل تخليكم معنا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا تفاصيل هذا الخبر المهم جدا اللي بنتكلم عنه فأكدت تقارير إعلامية أن كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي لم يعد يرغب في البقاء مع نادي النصر السعودي غير أن رحيله عن الفريق لن يكون سهلا رونالدو انضم إلى النصر السعودي في ديسمبر الماضي في صفقة مجانية عقب فسخ عقده بالتراضي مع فريق منشستر يونيتد بعقد كان بيمتد حتى عشرين خمسة وعشرين وبيتقاض بموجبه متين مليون يورو سنوية وبحسب ما ذكرته صحيفة منذومو دي بورتيفو الأسبانية فإن رونالدو صاحب الثمانية وتلاتين عام لم يعد يحتمل الاستمرار مع النصر بعدما قضى خمس أشهر فقط في صفوف النادي واشرت الصحيفة إلى أن رونالدو أدرك أن منشآت التدريب والبنية التحتية الرياضية السعودية أقل جودة من نظيراتها في أوروبا لذا يرغب في العودة إلى القارة العجوز اللي هي طبعا قارة أوروبا وذكرت الصحيفة إلى أن اللوائح التي وضعتها الاتحاد الدولي لقرات القدم فيفا تجبر رونالدو على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده إذا أراد الرحيل على النصر عن طريق فسخ العقد وجذلك سيتم فرض عقوبة رياضية تتمثل في الإيقاف لفترة معينة إذا قرر البرتغالي فسخ عقده مع نادي النصر السعودي جدير بالذكر إلى أن كريستيانو رونالدو شارك في 17 مباراة مع النصر في مختلف البطولات سجل خلالها 13 هدف وصنع هدفين وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم على أن رونالدو لا يحتمل البقاء مع النصر وهناك عقبتان في طريق رحيله ففي النهاية كريستيانو رونالدو لاعب كبير ولاعب مهم جدا في قرة القدم العالمية وهو صاحب كتير من الأرقام القياسية لعب في نادي مانشستر يونيتد ثم لعب في نادي ريال مدريد وأضع فيه العمر الطويل ويتمنى العودة إليه مرة أخرى في أي وقت كان ولعب أيضا في فريق يوفينتوس الإيطالي وصنع العديد من الإنجازات في الدوري الإيطالي ورجع تاني لمانشستر يونيتد وكان على خلاف مع المدير الفني إريك تنهاج المدير الفني لفريق مانشستر يونيتد اللي كان دايما بيعمله بطريقة غير لائقة مما أدى إلى أنه بدأ يتكلم بطريقة مش محببة للمدير الفني لفريق مانشستر يونيتد وترك النادي أكتر من مرة بدون إذن من المدير الفني مما ادى الى توطر العلاقة ما منهم هما الاثنين وفسخ التعاقد بالتراضي قبل بطولة كاس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين البطولة التي ظهر فيها كريستيانو روندو بمستوى اقل بكثير من البطولات التي اعتاد ان يلعبها النجم الكبير ودهبان انه قعد عدة مباريات على دكة البودلاء وكان هذا موقف غير معتاد من المديرين الفنيين اللي لائما ما بيلعبوا مع فريق مع كريستيانو روندو وبعد كده انتقل النجم العالمي الكبير الى صفقة استثنائية وصفقة خيالية الى نادي النصر السعودي ليلعب ولكنه لم يزبط جدارة حتى الان وما مش هو ده كريستيانو روندو المعروف في العالم كله هو يريد ان يعود مرة اخرى الى اوروبا عن طريق اي نادي يقدر ان هو يلعب فيه طبعا كان هناك اقويل ان هو يلعب في تشيلسي قبل ما ينتقل الى نادي النصر السعودي وكان هناك اقويل ان هو يلعب فيه بايرد ميونيخ ولكن الناديين نفي هذا الامر تماما فيتمنى كريستيانو روندو العودة الى ريال مدريد مرة اخرى وان ينهي حياته في ريال مدريد ان شاء الله حتى ست شهور وبعد كده يقرر قراره ايه اللي هو هيعمله ولكن حتى الان مفيش اي بوادر هل هيعود الى ريال مدريد تاني ولا لا ففي النهاية الرغم من كبر سن الدون كريستيانو روندو ولكنه يريد الاستمرار في الملعب ويريد اللعب في اوروبا مرة اخرى ومازال كريستيانو روندو هدف كبير ولكنه ليس بالمستوى الذي ظهر فيه في مانشستر يونيتد في بدايته ولا في ريال مدريد اللي سطر فيها تاريخ كبير ولا في يوفينتوس الايطالي اللي عمل فيها ارقام قياسية في الدوري الايطالي ولا اي لاعب من هؤلاء اللاعبين ولكنه سيظل كريستيانو روندو النجم الكبير الذي يستحق اللعب في اي نادي ويتمناه اي نادي في العالم كله ربما يذهب الى الدوري الصيني وربما يذهب الى الدوري الامريكي الايام اللي جاية هي اللي هتبين اين ستكون وجهة كريستيانو روندو في الفترة اللي جاية وايا كان وجهته نتمنى له كل التوفيق والنجاح وان هو يقدر ان هو يسطر الارقام القياسية التي يريد ان يحققها مع اي فريق يلعب فيه كده يكون خلص الفيديو بتاعنا انعرضه مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم كريم جمال الدين من بردمتكم الرياضي اخبار كريم واللي هنتكلم فيه في الفيديو ده عن ماذا ينتظر محمد صلاح امام فريق ليستر سيتي فمواصلة هز الشباك من اهم الحاجات اللي ينتظرها محمد صلاح مع تجاوز رقم جيرارد فخليكم معنا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي صلاح امام ليستر سيتي بينتظر حادثين مهمين جدا فتطلع الدولي المصري محمد صلاح نجمينادي ليفربول لمواصلة تسجيل الاهداف عندما يحل ليفربول ضيفا على فريق ليستر سيتي يوم الاتنين المقبل في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز ويستضيف ملعب كينج باور مباراة لستر سيتي ضد ليفربول في العشرة مساء يوم الاسنين المقبل بالجولة الستة وتلاتين من الدوري الانجليزي ويتطلع ليفربول لمواصلة انتصاراته من اجل الحفاظ على حزوزه في حجز احد المقاعد المعاهلة لدوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل محقق ليفربول الفوز في اخر ست مباريات في الدوري الانجليزي على حساب ليتز يونايتد ووستهام يونايتد وتوتنهام وفولهم وبرينت فورد ويحتل ليفربول للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريمان شسا يونايتد صاحب المركز الرابع ولكن ليه مباراة مؤجلة وعلى الجانب الاخر باتصارع ليستر سيتي من اجل البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز بعدما احتل المركز السامن عشر برصيد 30 نقطة من 8 انتصارات 21 هزيمة وست تعادلات وارقام محمد صلاح امام ليستر سيتي كالتالي فيمتلك النجم المصري محمد صلاح اربع اهداف في شباك ليستر سيتي في عشر مباراة وشارك صلاح مع ليفربول في عشر مواجهات ضد ديستر سيتي فاس في سبع مباريات وخسر ادنين وتعادل في لقاء وحيد ويسعى محمد صلاح لمواصلة تسجيل الاهداف للمباراة الرابع على التوالي في الدوري الانجليزي فوسجل في اخر تلات مباريات امام توتنهام وفولهم وبرينتفورد وصلاح يتطلع للانفراد بالمركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول ويحتاج محمد صلاح اللي جاب مية ستة وتمانين هدف الى هدف واحد فقط في المباراة اللي جاية امام ليستر سيتي من اجل تجاوز ستيفن جيرارد والانفراد بالمركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عطر التاريخ وسجل محمد صلاح تلاتين هدف حتى الان في هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع حداشر تمرير حاسمة في تمانية واربعين مباراة ففي النهاية نتمنى التوفيق للنجم المصري محمد صلاح في هذه المباراة وتسجيل هدف يجعله ينفرق بيء المركز الخامس في قائمة هدافي فريق ليفربول كما نتمنى التوفيق ليفربول عشان يوصل لدوري ابطال اوروبا عشان يبقى لينا ضلع في دوري ابطال اوروبا مصري نتمتع بيه في هذه البطولة كذا بمن قال ان هذا الموسم هو الاسود لمحمد صلاح ولكن السيء هو فريق ليفربول والنتائج المتزبزبة اللي حققها فريق ليفربول ولكن محمد صلاح زي ما احنا شايفين ان ارقامه حتى الان 30 هدف في هذا الموسم رقم غير سيء بالمرة وهو تاني الهدفين في بطول الدوري ابطال اوروبا بعد الغول هالند اللي عنده 12 هدف في محمد صلاح عنده 8 اهداف وبيهددوا على هذا المركز الغول الاسباني البرازيلي جونيور فينيسيوس اللي عنده 7 اهداف وهيلعب في المباراة النصف النهائي امام فريق منشستا سيتي في مباراة العودة ولو كسب ممكن يوصل للنهائي فهل يقدر جونيور فينيسيوس ان هو يكسر رقم نجمينة المصري محمد صلاح في هذا الموسم ولا يفضل محمد صلاح في المركز التاني من هدف بطول الدوري ابطال اوروبا ففي النهاية نتمنى التوفيق لمحمد صلاح ونتمنى ان احنا نشوفه احسن واحسن في الفترة اللي جاية وان شاء الله السنة الجاية يكون حال محمد صلاح احسن من ذلك هلند اكل منه كل الارقام القياسية في هذا الموسم ولكن ما زال محمد صلاح ونجم الارقام القياسية في فريق الالواربول في الفترة الحالية والاخيرة وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ماذا ينتظر محمد صلاح امام لستر سيتي في الدوري الانجليزي في هذه المباراة القادمة للنجم المصري محمد صلاح مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم ولكن نتكلم فيه في هذا الفيديو عن رسالة سابيو الى جماهير النادي الاهلي بعد عودته المشارقة في مباراة طلاقع الجيش فخليكم معنا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا ايه هي رسالة برونو سابيو الى جمهور النادي الاهلي بعد المشارقة فاعرب برونو سابيو لعب النادي الاهلي عن امتنانه من رسائل الجماهير عقب عودته للمشارقة من جديد وظهر البرازيلي لأول مرة منذ يناير الماضي بقميص النادي الاهلي في الدقائق الاخيرة من مباراة طلاقع الجيش وقال برونو سابيو عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عقب المباراة شكرا لكل الجماهير على رسائل المودة سعيد جدا بعودتي الى الملعب واتمنى ان ارد كل هذه المودة وشارك سابيو في الدقائق 85 بدلا من احمد عبد الاهلي وكانت اخر مباراة شارك فيها سابيو مع النادي الاهلي في الجولة 13 من الدوري الى عام المصري وكانت ضد نادي المصري ومنذ ذلك الحين لم يخد برونو سابيو اي مباراة بقميص النادي الاهلي في جميع المسابقات ولم يتواجد البرازيلي القادم من بوليفار البوليفي في قائمة النادي الاهلي بكاس العالم الاندية والتي حل بها النادي الاهلي رابعا وشارك برونو سابيو في المسلم الحالي مع الاهلي في 17 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 اهداف طبعا في هدف منهم في نادي الزمالك وهو الاغلى لبرونو سابيو امام جمهور النادي الاهلي والتاني تقريبا كان قدام غزل المحلة فبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ان سابيو بيوجه رسالة لجمهور النادي الاهلي بعد المشاركة في مباراة طلاقة الجيش في دقائق عديدة من هذه المباراة ففي النهاية النادي الاهلي محتاج جدا للاعب مهم زي برونو سابيو لاعب قبل ما ييجي اخد سيط كبير جدا ان هو هيكون من افضل لعب النادي الاهلي في الفترة القادمة ولكن برونو سابيو غائب في فترات عديدة من هذا المسلم فلم يشارك في العديد من المباراة في الدوري العام المصري وشارك في سبعتاشر مباراة للنادي الاهلي والنادي الاهلي شارك في مباراة كتير جدا في هذا المسلم المرضود بتاعه ليس مرضود بالجايد حتى الان ما عملش معنا ان هو يسجل هدفين ويصنع ثلاث اهداف في سبعتاشر مباراة ده مرضود ضعيف جدا بالنسبة للاعب من البرازيل او لاعب جاي من الدوريات بتاعة امريكا الجنوبية عكس الارقام اللي كانت بتتقيلها عليه دايما قبل ما ييجي مصر برونو سابيو لم يشارك في بطولة كاس مصر لم يشارك في بطولة البطولة اللي هي بتاعة السوبر المصري في الموسم الحال اللي كانت امام نادي بيرامدس لم يشارك في نهائي كاس مصر لم يشارك في مباراة كتير قوي في بطولة الدوري المصري لم يشارك في مباراة كتير جدا في بطولة دوري ابطال افريقيا لم يشارك في كاس العالم الانديا طب انت هتشارك امتى اصاباته كتير جدا عدم انسجامه حتى الان مع الفريق المصري واضح بنسبة 100% ربما قد يرحل في اخر موسم 22-23 بهذا الاسلوب لانه لم يفيد النادي الاهلي كعادة اللعيبة الاجانب اللي دايما بيزوروا النادي الاهلي او نادي الزمالك على عكس النوادي الاخرى سواء كان الاتحاد او المصري او نوادي تانية كتير بيجيبوا لعيبة وبيستفادوا منهم كويس وكان ابرازه من نجم الكبير كينو اللي لعب في بيرامدز وكان بيتخانق عليه نادي الاهلي ونادي الزمالك ولكنه قرر في النهاية انه هو يسيب الدوري المصري ويترك الدوري المصري ويذهب الى دوري اخر فهل برونو سافيو هيلعب في المباراة القادمة وهيزبط نفسه وهيكمل مع النادي الاهلي وهيلعب وهيتواهج في الفترة اللي جاية ولا هيترك النادي الاهلي وياريت تتسبونا في التعليقات رأيكم في موضوع برونو سافيو هل هيكمل مع النادي الاهلي ولا هيمشي في نهاية موسم 2022 2023 وبكذا يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم ولكن اتكلم فيه في الفيديو ده عن مين هو حكم مباراة الترجي والنادي الاهلي فهو حكم يرقد بطريقة غريبة ويدعى بيطر كاماكو فكشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عن اسناد مباراة الترجي التونسي ضد النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا الى طاقم تحكيم يقود الكيني كاماكو ومن المقرر ان يحل الاهلي ضيفا على الترجي يوم الجمعة الموافق 12 مايو الحالي عشرين تلاتة وعشرين في زهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فمين هو كاماكو حكم مباراة الترجي والنادي الاهلي كاماكو هو حكم كيني يبلغ من العمر اربعين عام ويحمل شهادة الماجستير في العلوم والرياضيات وبدأ كاماكو مسيرته التحكمية في عام 2011 وبعد عامين تم الترقية لادارة مباراة في الدوري الكيني الممتاز وحصل كاماكو على الشراء الدولية في عام 2017 ومنذ ذلك الحين اضار العديد من المباراة في المسابقات القارية للاندية والمنتخبات تحت مظلة الاتحادين الدولي والافريقي لقرد القدم وكان بيتر كاماكو خطف الانظار في يناير من العام الماضي بسبب رقده بطريقة غريبة في مباراة نيجيريا وغينيا بساو في كاس امم افريقيا في عام 2021 هذا لم يكن التصرف الغريب اللي قام به الحكم الكيني في تلك المباراة حيث قدم اداء درامي اثناء اطلاق صافرة النهاية وتشير الى انكو كاماكو اضار مباراة واحدة للنادي الاهلي كانت امام القطن الكاميروني وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجة اربعة صفر في دور المجموعات من النسخة الحالية من دوري ابطال افريقيا ففي النهاية يا ترى يا هل ترى هل سيكون الحكم كاماكو هيدير المباراة بطريقة جيدة ومش هيكون فيه اخطاء كما هي العادة في مبارايات دوري ابطال افريقيا ومبارايات النادي الاهلي ومباراة التراجي محدش ينسى مباراة التراجي اللي جي فيها هدف باليد وتم احتسابه الى نادي التراجي في هذا اللقاء وقدر ان هو يصل في هذه البطولة بهدف بيد لاعب التراجي ودايما التحكيم الافريقي بيكون في الكثير من المشاكل والقرارات الغريبة اللي دايما بتحصل سواء على النادي الاهلي او على نادي التراجي او على الفرق الافريقية عامة بحدش ينسى الحكم اللي كان قدار مباراة في كأس امم افريقيا عشرين واحد وعشرين وانهى المباراة قبل نهايتها بوقت كبير جدا تقريبا حوالي عشر دقايق وحصل مشكلة كوكات المباراة دي مباراة تونس ومالي وحصل بسببها مشكلة جبيرة جدا كادت ان تؤدي الى اعادة المباراة وكانوا هيكملوا المباراة وفي النهاية المباراة انتهت بفوز مالي على منتخب تونس بهدف مقابل لاشيء في ظاهرة غريبة جدا لم تحدث في قرات القدم من قبل من حكم وتقال ان هو جاله ودور شمس او ضربة شمس يعني هي اللي قدت الى ان هو ياخد هذه القرارات الغريبة فيطرى هل هيكون التحكيم في هذه المباراة تحكيم عادل بالذات ان المباراة تقام على ارض الترجي يولع يكون منحاز للترجي بسبب الضغط الجماهيري مع العلم ان المباراة تكون بدون جمهور وده هيكون هيسهل المأمورية اكثر على حكم المباراة ولكن برضو ممكن يكون في ضغط لان هو بيلعب على ارض الترجي فيكون قراراته منحازة الى نادي الترجي نتمنى ان المباراة تعدي بسلام ونتمنى ان النادي الاهلي يقدر ان هو يكسب اللقاء الاول في الزهاب عشان يسهل المأمورية عليه في العودة وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن مين هو كوماكو حكم مباراة الترجي والاهلي في زهاب نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين